جمال بيطرد فريدة والكل عايز يعرف مصير فريدة بعد اللي عملوا فيها سليم والنهاردة حنتكلم عن بعض من أحداث الحلقة رقم 24 من مسلسل حيرة واللي حيصل فيها إن سليم كان حاطت كاميرا علشان خاطر يصور نفسه مع فريدة كأنهم يعني كانوا مع بعض وطبعا شفنا المشهد ده وبيعمل كده وبيسيب الكاميرا علشان خاطر لما جمال وعيلته يرجعوا من بره يشوفوا الكاميرا ويفرغوها ويشوفوا إيه اللي حصل بالزبط ويعرفوا إن فريدة كانت في أحضان سليم لكن اللي بيحصل بعد كده إن سليم بياخد فريدة وبيحرق بره الفيلا وبيوديها على البيت وطبعا هي مغيبة ومغمى عليها وبياخدها على البيت بتاع صاحب المريض وهناك بيعمل طبعا إن هو كان معاها وبيتكلم مع سهير وبيقوله الموضوع كله تمام وانا خدتها على البيت هناك وسبت الكاميرا وكان فيها طبعا أكيد إن هما كأنهم كانوا مع بعض كانوا بيشربوا كانوا قاعدين مع بعض وطبعا لما بيرجع عدنان وعالتهم من بره بيبدأ جمال يدور على فريدة ومش بيلاقيها أبدا بيبدأ يدور عليها في كل مكان ومش بيلاقيها وبيبقى مغضوط جدا عليها وبيشوف بالصدفة الكاميرا وبيشوف إن سليم كأنه كان مع فريدة عادين بيشربوا مع بعض ويقوله يا حبيبتي وكلام من ده ودلها يخليه يجرب صورة علشان يشوف فريدة فين بالزبط ويقول أكيد موجودة مع سليم طبعا بعد ما كلهم دوروا عليها وملأوهاش بيلاقوا الكاميرا في الآخر وبيروحوا على طول على بيت سليم علشان يشوفوا في ايه بالزبط هناك وهناك بيلاقي جمال وعالته وعدنان ووفاء ومديحة والكل وكمان سويل بيتفاجئ بوجود فريدة على فراش سليم بس قبل كده بيروح بعد كده عادنان على الشركة علشان خاطر سيف كلمه وقال له إن الفلوس اللي كانت موجودة في الشركة كنا حطنا في الخزنة والمفروض إن احنا كنا نورطها تم سرقتها ولما بيفضوا الكاميرات بيلاقوا إن اللي سرقتها هو سليم بيعرفوا طبعا إن أكيد فريدة هربت معي وأخذوا الفلوس وبيروحوا بسرعة على المكان اللي فيه سليم ويناك بيشكوها مغيبة ومغمعة لها تماما بيفكروا إن بينها وبين سليم علاقة جمال بيروح هناك وبلاقي فريدة فيه سرير سليم وطبعا بيضرب سليم وبيبقى منهار ومتعصب جدا وقالت عدنان كلهم شايفينها ومصدقين إن هي فعلا ممكن تكون معاي وعملت حاجة زي كده وإنه كمان سليم سرق الفلوس علشان يهربوا هما الاتنين بره البلد وجمال بيصدق وبيروح على البيت وبيكسر كل حاجة موجودة في القوضة بتاعت فريدة وبيبقى منهار جدا ومصدق كل اللي حصل وكمان بيقطع الفستان بتاع الفرح بتاعها وبيقطع كل حاجة كانوا مجهزينها فريدة لما بتفوق من النوم بتلاقي نفسها في مكان غريب بتروح على البيت عند عدنان علشان تشوف في إيه بالظبط وإيه اللي حصل وهناك بتشوف جمال وهو موجود في القوضة بتاعتها وبيقطع فستان الفرح وكان ثاير وخطبا جدا بتتكلم معاهم وبتلاقي الكل بيجراحها ومش طيقها والكل بيتروضها بره لدرجة أن السهيل هيخدها من إيديها ويرميها بره باب الشقة بعد ما عدنان قال له ارميها بره خلاص انتي دلوقتي بره البيت وبيتروضوها بره البيت شر طرده وهي مش فهمة أي حاجة وبتقول له ما أنا مظلومة ما عملتش أي حاجة لكن للأسف الكل بيصدق أني ممكن فريدة تعمل حاجة زي كده وبتترمي في الشوارع وبتفضل تلف في الشوارع وبتبقى مش عارفة طروح فين وحنشوف بعد كده فين هتروح فريدة وإزاي الدنيا هتلطم معها وإزاي هتشوف حاجات كتير في الدنيا هتخليها تغير من شخصيتها البريئة وتبقى إنسانة تانية كل دا هنشوفه في تسريبات حلقة مسسل حيرة ياربو الفيديو يكون عجبكو أتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد وتبقوا باقي المقاطع وكما تسريبات الحلقة قبل عرضها هشوفكوا على خير في فيديو جديد حبكم كل شي هوية باي باي ترجمة نانسي قنقر